بعد بضع مئة الأمتار من شارع بيلفور الواقع في حي الطلبية في القدس المحتلة يقع منزل حنى سلامة المعروف بفيل سلامة والذي كان مصيره كباقي الأملاك الفلسطينية التي صدرت في العام 1948 وبات اليوم في قبضة رئيس حكومة الاحتلال يئير لابيد ومسكنا له ولعائلته في العام 1932 بنى حنى سلامة مبنى فسيحا وجميلا وذو جودة نعمارية غير عادية في حي الطالبية المرموق قبل أن يهجر سلامة وعائلته بعد نكبة عام 1948 إلى بيروت ويصادر المنزل من قبل الاحتلال وفقا لقانون ما يسمى بأملاك الغائبين الذي يتيح بالاستلاء على جميع الممتلكات التي خلفها اللاجئون ولا تزال اللافتات التي تؤكد على عربية ملاك المنزل السابقين صامدة فوق بوابته حاملة اسم العائلة الفترة بعد 1948 سكن كثير من الشخصيات اليهودية أو الأجنبية في هذا المنطق حتى أن أسماء الشوارع هناك بتعكس كيف طبيعة الحياة الغربية فمثلا الدوار الموجودة عليه منزل قسطنطين سلامة أخولها حنة سلامة يسميه ميدان فينغت فينغت اللي هو كان ضابط أمريكي أو ضابط بريطاني ساعد في تدريب الجيش الهقانة الإسرائيلي أو عصابة الهقانة الإسرائيلي حتى أنهم ينتصروا على الفلسطينيين في حرب 48 قرار لبيد بالانتقال إلى فيلا حنة سلامة الواقعة بالقرب من مقر إقامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الرسمية يخالف مبدأ طويل الأمد لبعض رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين وهو ما يراه محللون بأنه دعم مستمر لا متناهي للإستطان بكل أشكاله سياسيا الرسالة التي يريد لبيد أن يؤكد عليها ويكرسها أنه لا وجود لحق العودة في عهد لبيد كما قال سابقه نافتل بنت وكما قال سابقه أيضا نتنياه وقبله من رسالة الوزراء فهو كما قلتم يتفقون على القاعدة ولكن لكل واحد منه أسلوب الرسالة السياسية التي يريد إيصالها أنها لا وجود لحق العودة في الدولة اليهودية التي يدعيها لبيد دول مختلفة كانت قد استخدمت فيلا سلامة بعد سلبه من أصحابه ومن بينها سفارة جواتيمالا والقنصلية البلجيكية وبالرغم من ذلك فقد بقيت حجارة المكان وفية لأصحابها نهاية حجازي القدس